السلام عليكم مشاهدين كديري لبس عليكم كانتنا ان شاء الله تكونوا بخير وعاشركم باركة بصحة والسلام ان شاء الله كما كتشوفوا اليوم اغانشوفوا مباضياتنا واحد سلولي كيجي رائع كيجي معلك ثم كما كتشوفو كيجي يا سلام روعة يعني بطريقة سهلة ومبساطة كل شي قدر يدير سلو في دارو كما كتشوفو ثم كيفش كيجي معلك يعني ماشي ناشف وماشي ميت دم فيت فيه يعني اللي دام كتر من القياس فهو تيجي معلك كما كتشوفو كيجي رائع روعة وندعو على بركتي الله كما كتشوفو فكل شي كيعرف كيقلي كنقليو الكوكاو كنقليو الزيت هنا هنا تعمت نوريكم مقلة بشوفو ان الزيت رعا ما كتيراش يعني انا ما كنغطيش المقلة ما كنغطيهاش بالزيت فالقياس الكافي اللي غايقلي لي اللوز ديالي ولا غايقلي لي الكوكاو هنا اخديت واحد نسكيلو ديال الكوكاو ونسكيلو تلوز هانتم مشوفو الزيت رعا ما مغطيش الكوكاو يعني كنحركه في ذيك الزيت باش يتحمر كما كتشوفوها هو هنا قليته حتى تشوف الكسكاسي تسقطر لي يعني من الزيت دياله فهنا انكمل هذا كل اللوز وهذا اللي في المقلارة الكوكاو فكما كتشوفو هنا دخلت زنجلان تهو يتحمر نزيك كل فران سخون كنت دخلوه كيتحمر فيه يعني 180 داراجة من نسبة الفرن كهربائي كيتحمر حتى تقيسوه بسنان كلقوا الحباء ديال الجنجلان كترتق هي النافع الحبة حبت حلاوة فهنا كنتشوفو المقادير هادية المقادير سلو هنا اخديت نسكيلو ديال الجنجلان أخذت نس كيلو اللوز غير هرمشته لم تطحنته هنا عندي 200 جرام جنجلان صحيح واللوز هي 200 جرام زين هنا قوزة نصف قوزة حكيت غير نصف ديالها كافي لهذا المقاعدة نس كيلو هنا عندي واحد جوج معالق كما تشوفو ديال نافع وحبت حلاو مخلطين وعندي قريفة جوج معالقة القرفة وعندي كيلو ديال الطحين اللي حرقته كما تشوفو غربلته هو مغربل وعندي السكار غلاسي هنا 150 جرام طحنت فيها المسكة الحرة وعندي الزبدة ما يعادل واحد تماكن واحد نس كيلو ديال الزبدة حيوانية هذي المقادير كما تشوفو ديال سلو يعني هذي المقادير العبار ديال نس كيلو فهنا كناخد نس كيلو ديال الزبدة ديالي فكنديرها الدوب تدوب مزيان تدوب يعني باش اطلق ليا ذاك المقادير لها باش نوريكم كيفش غادين نصفيها من الماء فهنا كناخد واحد القصرية كما كتشوفو خديت القصرية ديالي فغدي نوضع فيها ذاك الكيلو ديال الدقيق اللي حمرت كما كتشوفوه مغربل مزيان ما فيش مديز فلح وبيبات لا تشي حاجة فبعد ما اخديت الكيلو ديال الدقيق ديالي فغنضيف عليه كما كنقولو حنا التقاوت يعني المكسارات اللي تنضيفوه هنا يدرز زنجلان هنا زنجلالي ومحمر طبعا الحال مغسول ومنقي ومحمر وهنا يلوز نس كيلو ديال اللوز ديال ناتا هي مقلية ومهارمشة ففصخته من قبل بعدها فصخته يعني وعاد قليته هنا كما كتشوفوه هنا يدرز الكوكا ودرز فوق منه اللوز نس كيلو نس كيلو يعني هنا تحين ما كنتحنه مشا انتم مشاهدوا كيفاش مهارمش يعني بحالة ما تقول مكسر ماشي ما مطحونش مصحوق فهنا كنوزع بيديع لفوق الدقيق ديالي وهنا كنضيف دك الزنجلان اللي هو صاين واحد مئتين جرام صاينة كتبقى صاينة كتبقى صحيحة كما كتشوفو يعني مكسرت هنا هنا عندي واحد جوج معالق معالقة كبيرة ديالنافع البلدي ومعالقة كبيرة ديالحبة حلاوة طبيعة الحارة منقين ومحمرين غيكي يسخنوا ما كان حمروه مش بزاف وهناي عندي واحد جوج معالقة كبار ديالقرفة اللي مغربلة هادش كله اللي كان وريكم راه غربلته انا من قبل فما بغدش نطوعيكم فيديو هنا عندي سكار غلاسي هنا نصف القوزة نصف القوزة نصف قوزة كافية نصف قوزة هنا سكار غلاسي تحنت معال بسكار الحورة تحنت في المولينيكس يعني هادش سكار غلاسي يبقى لحسب الضوغ فانا درت هاد الكمية هاده لانا باقي غنزيد العسل كما كتشوفو العسل تمنى وعيجي دا العسل الحور فهنا كنا ندمج هاد الخالد ديالي كامل بش دوك المكسارات ومع ذوك المنسيمات اللي فعلية القرفة وهذا والنافع وحبة حلاوة بش يتندمجوا ليه مع الدقيق ديالي اللي هو محمر مزيان وكننحاول اني كنديب حلقة نفتل بيدي بش نحل ذوك الكويرات اللي كاينين حيس كيكونوا مكونين واحد الكوتل واحد الكويرات ديال هاو ما كتشوفوهم كيفش كنفتحهم كيفش كنديب حلقة نحلهم مزيان يعني نفتل ذوك الكويرات بش يكون عندي خاليط يعني مندامج مع بعضياته يعني منساجم يعني كلهم يعني المقادر توزع الدقيق كامل مايبقاش معزول واحد الجيهة فيها الدقيق واحد الجيهة فيها الكوكا واحد الجيهة فيها اللوزة يعني كتحاولوا هاد المرحلة هذي مهمة بزاف فسلوا قبل ما توصلوا للمرحلة ديال لانكم تخلووا عليه ليدام يعني هذيك السعاك يصعب شوي الامر فهكاك تجي اسهل بقي الدقيق خفيف وبقي يعني كما نقولوا التقاوت بقي خفاف كما كتشوفوا كندير واحد الحفرة الوسط فهنا عندو زبدة ديالي زبدة حيوانية طبيعة الحال فانتم ما كتشوفوا هدا هو الماء اللي كيخسر سلو ديالنا اللي كيديرها بهذا الماء هدا فهذا الماء هدا خسو يتحيد لان هدا هو اللي تيغمل سلو هاد سلو هدا وخي يبقى حتى عامين ما كيطرى ليهتشي حاجة لانا فيه الزبدة صافية مصفين منها الماء ديالا فكما كتشوفوها هنا كنصفي كنحيد ديالا كل وحش مك يسميها الكشكوشة او الفرارة كتكون هادي هي اللي عبارة عن ماء هادي رميك تحطها في الطبصيل كتتحول لما تتولي ماء كنحيدوها كنحاولو معها بمع القشوية بشوية حتى كنحيدوها مزيان هنا كما كتشوفوها هي الزبدة دابت وهنزت عليها واحد من السيطرة ديال الزيت المائدة وكننحاول ما زال نحيد منها لبنت ليشيما ديالها يعني حتى كتكون صافية يلا قصد الامر تقدروا تصفيوها بصفاية ديال اينوكس هنا واحد القبيصة ديال الملحة ولا بدمش كتتعادل لنا الدوق قبيصة الملحة ولا بدمنا فهنا كما كتشوفو غادي نبدأ نصب ليدام ديالي اللي هو عبارة عن خالطة ديال زبدة الحيوانية مع زبدة نباتية كما كتشوفو كان مقنع جن بحالي كنجمع شي عجينة هاكا كنصب شوية بشوية وكنجمع من كترش يعني باش ما يجراش لي الخالط ديالي ويجيني جاري كسر من القياس فاخصدك شي يعني يكون بالقياس دياله وانا كنصب فانا ما غاديش نستعمل ذاك الليدام كامل على حساب الكيمية اللي عندي ديال الدقيق فهنا كما كتشوفو كان صب و تنعجل كبها الطريقة هادي كنحاول انني ندخلي يعني ليدام مع الدقيق ومع ذاكالي قامة اللي عندي يسمى فكنبدا نعجن بحلي كنعجل العجينة ديال الخبز يعني كنحاول نعطيه يعني هادا كيبغي تدليك مزيان كل ما دلكتي كل ما كتعاوني ذاك ذاك اللوز ويعني وذاك الكاوكاو يخرج الزيوت اللي فيها فيه نيت يعني كيبغي تدليك فما تعتمدوش على انكم مغيت تجمعوا بحلي كتجمعوا شي عجين لا تجمعوا وتحاولوا تدلكوا فأنا هنا رأنا حبست ودلكت مزيان وعطيتوا يعني دليك مزيان فهنا غنضيف ذاك اللوز اللي هو الصحيح ديالتزين كيما كتشوفو هنا فغادي نضيف واحد الخويت ديالالعسل يعني غيل هادكتب قال حلاوة مسألة دوق كل واحده على حسب دوق دياله فكي اللي ما غيستغنع لديك السكار غلاسي وديف غيل العسل بوحده فهنا انا درت العسل ودرت السكار غلاسي فكيما كتشوفو هادا كندلك فيه دابا يعني كنا نحاول ندخل ذاك العسل ودهك اللوز اللوز صيني دخل لي مع مع الخالط يعني باش يجين ذاك شي مدمج فهنا الوليدات رضايرين بينا ديال الحلاوة ديالالعواشر هي الوليدات يدورو بيكو كيكون يعني واحد أجواء زوينة فهنايا بعدما دليكتو مزيان هانتوما كما كتشوفو حصلت على هاد القوام هادا يعني هاد القوام اللي هو يعني تيتقرص هانتوما كيتجمع لي كل واحد وعلى حسب شنو كيبغي كيلي كيبغي خليه ناشف شوية يعني كيجي مفرش ناشف كيلي كيبغي بحالكة فهنا هذا هو اللي تعجبنا هاكا تيتقرص يعني تتقرصيه في الطبصيل تتحطيه وتتقطعه بمعلقاء أو تتقطعه مورسو تتحطي الوليدات في الطباصلات دياله فكيبغي كله كيفاش كيبغي يقدمه هاكا نوركو عليها مزيان وكنخلي وهاك نغطيوه بواحد المنديلي هو نقي وكنخليه لكاملة حتى كيبات نكون عنده حصن الضن ديالكم يعجبكم الفيديو بإله كانت منه الفيديو ينال إعجاب ديالكم البنات الناس لماذا لا تابونه ومرحبا بكم في قناة أمجه وها الوصفات الطبخ كانت منه ان شاء الله سلو ينال إعجاب ديالكم لا تنسونيش البنات مني لايك ولماذا لا تابونيش عندي مرحبا بي في قناة ديالي المترجم للقناة